توزيعة بلينت او اس رغم انها بتقدم حل ثوري بعالم توزيعات لينوكس من ناحية تثبيت التطبيقات واستخدام اكتر من توزيعة بنفس الوقت ضمن نظام الحاويات او الكنتينرز واستخدامها التحديث الزري او الاتوميك اوب ديت متل ما مطور التوزيع مسميه بحيث انه نظامك بيكون محدث بشكل مستمر بدون اي تدخل من المستخدم واستخدامها لبارتيشن نظام قابل للقراءة او فايل سيستيم قابل للقراءة فقط غير قابل للكتابة بمعنى انه النظام الاساس او نظام البنية التحتية البيس سيستيم متل ما رح سميه بالفيديو رح يكون مانيع ونوعا ما غير قابل للتلف بس هل وجود هيك نوع من التوزيعات ضروري وهل ممكن اني انصح باستخدام هالتوزيعة بشكل يومي بالبداية التوزيعة انا ثبتتها على لابتوب فعلي وليس بماكينة افتراضية واستخدمتها لعدة ايام والنسخة اللي استخدمتها بالتحديد هي النسخة التجريبية من الاصدار التالت بمعنى انه لسه مالها جاهزة للاستخدام كتوزيعة اساسية خاصة انه بعد عدة ايام من الاستخدام واجهتني بعض المشاكل اللي رح نحكي عنها بعد شوي بس اول شي بدي احكي عنه انه هاي التوزيعة مبنية على أورج كبنية تحتية وبالتالي فهذا الكلام معناه انه البنية التحتية للنظام او البيس سيستيم رح تكون دائما تستخدم احدث التصبيقات والحزم بس هذا الكلام معناه انه كيف ممكن اضمن استقرار التوزيعة وخاصة انه التحديثات بتتم بشكل مستمر واوتوماتيكي وحتى لو كانت التوزيعة تتضمن امكانية الاستعادة من نسخة احتياطية او الرجوع لا اصدار اقدم من التوزيعة في حال حصلت بعض المشاكل بس استخدام أورج بحد ذاته للبنية التحتية رح يخليني حط خط احمر تحت كلمة توزيعة منيعة او توزيعة مستقرة والشي تاني اللي بيخليني كون غير واثق من انه التوزيعة ممكن تصلح للاستخدام على المدى الطويل هو يكونها مطورة من قبل شخص واحد انا دائما بيبتعد عن التوزيعات الفردية لان مستقبلها غير معروف ابدا هلا اكيد المشروع بعده جديد واحتمال كبير انه اذا التوزيعة لاقت اقبال وانتشار انه ينضم مطورين جدد لفريق التطوير بس بالوقت الحالي فلزم التنويه انه التوزيعة مستقبلها مجهول وهل رح تستمر او لا فهذا الكلام واحده المستقبل اللي ممكن يجاوب عليه ما رح اصطرد كيفية تثبيت التوزيعة خطوة بخطوة لانها من اسهل عمليات التثبيت اللي شفتها بحياتي والانستولر المستخدم بيشرح نفسه بنفسه وحتى عملية انشاء البورتيشنز اللي انا دائما بقول انها الخطوة الاكتر حساسية باي عملية تثبيت فهي اوتوماتيكية بس هون في عندي ملاحظة صغيرة على انشاء البورتيشنز انه اذا اخترت الخيار الاوتوماتيكي وما رحت مع البورتيشنينج اليدوي فنظام الملفات الافتراضي هو الاي اكس تي فور ومع انه هالنظام ما زال هو الاكتر استخداما بكل توزيعات لينوكس بس انا شخصيا فضل استخدام البتر ايف اس ولحتى انثبت التوزيعة باستخدام نظام الملفات الاحدث فمتل ما حكيت لازم اني اقوم بعملية البورتيشنينج بشكل يدوي والنقطة الثانية اللي لازم اني نوه عنها وهي خاصة بس بالناس اللي حابت تستخدم التوزيعة الى جانب ويندوز فما عندي اي معلومة عن ما اذا كان بالامكان اجراء اقلاع مزدوج الى جانب توزيعة مانيعة بشكل عام الميوتبل ديستروز ما بعرف اذا كان ممكن انك تعمل لها اقلاع مزدوج خاصة انه انا عمالي اتعامل مع نظام ملفات او فايل سيستيم قابل للقراءة فقط وغير قابل للقراءة للكتابة فكيف رح يكون حل الجرب او البوتلودر هذا الكلام ما جربته لاني بالاساس ما بستخدم الاقلاع المزدوج ابدا بس بعد ما ثبتت التوزيعة على اللابتوب اللي عليه كرت شاشة انفيديا لاحظت انه تعريفات انفيديا كانت مسبتة بشكل مباشر وبشكل تلقائي هذا الشي لازم يكون متوقع بهيك نوع من التوزيعات اللي بتعتمد بشكل اساسي على ان المستخدم ما يقوم بتثبيت اي برامج او حزم خاصة بالنظام بشكل يدوي طيب اذا كانت التوزيعة ما بتسمح لي اني ثبت التطبيقات على مستوى النظام لضمان مناعة النظام فكيف بقوم بتثبيت البرامج اللي بدي استخدمها بشكل يومي او البرامج ذات الواجهة سواء كانت الرسومية او الـ CLI فحكيت ببداية الفيديو انه التوزيعة قائمة على فكرة استخدام الحاويات او الكنتينرز واستخدام اكتر من توزيعة فرعية مبنية فوق البنية التحتية او الـ وبالتالي فعملية تثبيت البرامج والحزم راح يكون اما عن طريق استخدام التوزيعة الثانوية او عن طريق استخدام الفلات باك او استخدام الويب أبليكيشنز بس هون السؤال اللي بيطرح نفسه انه تثبيت البرامج عن طريق فلات باك هاد الشي كلنا بنعرفه ومنستخدمه بشكل يومي مع البرامج اللي بتستخدم واجهات رسومية او اللي في الها User Interface Graphical User Interface قوي بس إذا كنت بدي استخدم برنامج بيشتغل بس بالترمينال على سبيل المثال الفيم او الـ FFMP EG إلخ 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 فكيف راح كون قادر اني استخدم البرنامج اللي سبتته من حاوية في دورة على سبيل المثال ضمن ترمينال النظام البنية التحتية او الـ Base System فقبل ما نحكي كيف ممكن اني استخدم هاي الحزم بالبداية اكيد لازم نحكي كيف بقوم بإضافة حاوية جديدة او كونتينر جديد او توزيع جديدة وشو هي بالأساس التوزيعات المدعومة حاليا ضمن الكونتينر بـ Blend OS فإضافة توزيع جديدة بتتم باستخدام برنامج Blend OS Settings اللي بيجي مسبت مع التوزيع بشكل مسبق وأول تبويب بهاي النافذة هو تبويب حاويات لينوكس لإضافة حاوية جديدة فبيكفي بس اني حط اسم للحاوية وبعدين اختار شو هي التوزيعة اللي بدي استخدمها من التوزيعات المتاحة اللي هي حاليا Arch طبعا أكيد الكل رح يقول حاوية Arch ضمن نظام Arch ليش رح نحكي ليش فقلت عندي Arch عندي ألما لينوكس عندي كريستل لينوكس عندي ديبيان عندي فيدورا كالي روكي وبونتو بالنسخة طويلة تدعم 22.04 والنسخة الأخيرة 23.04 وبعدها بضغط على الزر الأخضر على اليمين ورح تتم عملية التثبيت اللي بتستغرق عدة دقايق لأنها عمالها تقوم بتثبيت كافة مكونات الكونتينر أو النظام فأنا من باب التجربة ثبتت Arch وثبتت فيدورا وثبتت أوبونتو نسخة LTS بس ليش ثبتت Arch جوا Arch؟ لأن مثل ما حكيت بالبداية فتثبيت البرامج على النظام الأساس أو نظام البنية التحتية غير ممكن باستخدام أمر باكمان وحتى لو حاولت أني أفتح تيرمينال تيرمينال النظام الأساس وحاولت أني أكتب سودو باكمان داش ا داش كابيتال اس مع اسم الحزمة اللي بدي ثبتها فرح تطلع عندي رسالة بتقول أنه نظام الملفات غير قابل للكتابة فإذن قمنا بإنشاء حاوية جديدة وطلعت الحاوية عندي بنافذة Blend OS Settings وضغطت على زر التشغيل جنب اسم الحاوية وأمت بتثبيت الحزمة اللي بدي استخدمها ضمن هاي الحاوية حاوية فيدورا على سبيل المثال سبتت حزمة لنقول MPV أو FFMPG باستخدام LDNF بس هلأ كيف بدي استخدم الفيم اللي سبتته على فيدورا باستخدام تيرمينال النظام الأساس يعني أنا بدي أفتح التيرمينال الأساسية وليس هاي التيرمينال اللي فاتح عندي أو الواجهة اللي فاتح عندي اللي هي خاصة بالكونتينر فبكل بساطة بيكفي أني حط اسم الحزمة فيم مثل ما حكيت على سبيل المثال بعدها نقطة وبعدها اسم الحاوية اللي حطيته بالخطوة الأولى وقت أمت بإنشاء الحاوية فبهذا الشكل رح يكون في عندي فيم.f38 على سبيل المثال ورح شوف أنه فيم فتح عندي مباشرة ضمن النظام الأساس مع أني مثبته باستخدام الـDNF الخاص بفيدورا بس لو ما بدي أكتب اسم الحاوية أو الـ.اسم الحاوية كل مرة بفتح فيها البرنامج فبالإمكان أني أربط حزمة معينة مثبتها من حاوية معينة مع هاي الحاوية فبهاي النافذة بعدنا موجودين بنافذة الـ.containers ضمن برنامج الـ.blend.os.settings ففي عندي قسم الـ.associations اللي في عندي الـ.binary اللي هو اسم الحزمة وبعدها في عندي الـ.container name اللي هو اسم الحاوية وهلا خلينا باعتبار أنه أكيد الكل لاحظ من أول ما فتحت برنامج الإعدادات أنه في عندي تبويب تاني ألا وهو تبويب تطبيقات أندرويد واللي أكيد الكل عماله يقول إيمت رح يحكي عن تطبيقات أندرويد بـ.blend.os فرح نروح مباشرة لهذا التبويب اللي هو موجود بالإصدار الثلاثة أو بالنسخة البيتا حاليا بالإصدار الثلاثة على ما أعتقد ما كان في عندي إمكانية استخدام تطبيقات أندرويد بس بالإصدار الجديد الإصدار الثلاثة تمت إضافة تطبيقات أندرويد هلا اللي أنا حاليا قمت بتفعيله فلهذا السبب يعني جاهز للإستخدام عندي مباشرة بس أول مرة تفتح التبويب أو تفتح برنامج الـ.blend.os settings بعد تثبيت التوزيعة رح يكون في زر مكتوب عليه فبعد ما تضغط على زر الـ.initialize رح تقوم التوزيعة بتثبيت الـ.waydroid لأنه فعليا هو عمله يستخدم الـ.waydroid لحتى يشغل تطبيقات أندرويد وبعدها رح يكون في عندك إمكانية أنك تثبت متجر الأورورا ومتجر الـ.f.droid فهلا أنا مثبتهم ومن باب التجربة أمت بتثبيت الـ.whatsapp لحتى أشوف إذا كان المتجر شغال والتطبيق شغال ففعليا وجدت أنه يعني اشتغلت عندي الـ.waydroid مباشرة بدون ما يكون مضطر أني روحوا أعمل أي خطوة من الخطوات اللي عملتها بالفيديو المستقل عن الـ.waydroid واشتغلت عندي تطبيقات الـ. الاندرويد مباشرة وإذا كان في عندك بعض الاستخدامات لخدمات جوجل فبأسفل النافذة في عندي رابط إذا ضغطت عليه رح يوديني على صفحة بتدلني عن كيفية تثبيت حزمة المايكرو جي أو إذا رشعت للفيديو اللي أنا كنت عامله كيف ممكن أنك تثبت متجر الجوجل بلاي بشكل كامل فهي الخطوات ما رح تكون مختلفة أما الطريقة الثالثة والأخيرة لتثبيت البرامج مثل ما حكيت بالبداية فهي رح تكون باستخدام تطبيقات الـ.web أو الـ.applications واللي هي ببساطة نفس صفحة الـ.web اللي أنت بالعادة بتزورها من المتصفح بس بتتم إضافتها للـ.launcher الخاص بالبرنامج بالبرامج سواء كنت عمالك تستخدم واجهة.قنوم أو واجهة بلازمة أو أي واجهة رسومية أو Desktop Environment تانية لأن BlendOS بتدعم عدد كبير من الواجهات الرسومية بس لابد من التنويه أنه إذا كنت بدك تستخدم تطبيقات أندرويد فأنت مقيد إما بإنك تستخدم الـ.gnome أو إنك تستخدم البلازمة لأن هدول الواجهات هي حالياً وحدها اللي بتدعم الـ.ويلاند أما الـ XFCE أو الـ LXQT أو الـ Cinnamon فكلها بعدها ما بتدعم الـ.ويلاند فلحتى تشتغل تطبيقات الأندرويد أنت مقيد بهدول الواجهتين وطبعاً اللي ما حكيته بالبداية أنه البليند أو اس تستخدم الواجهات بشكلها الخام بدون أي تعديلات عليها.أنا اخترت لحتى تجرب نظام اللي قدوم بس بدك تستخدم البلازمة ممكن أنك تستخدمها أو أي واجهة رسومية تانية.فبعد كل هاد الكلام هل التوزيع مناسبة للاستخدام اليومي؟ وهل نحن بحاجة لهذا النوع من التوزيعات الهجينة أو التوزيعات المنيعة الـ.فالجواب رح يكون نعم ولا ففكرة استخدام الحاويات لحتى نضمن أنه برامج المستخدم على مستوى المستخدم وليس على مستوى النظام تكون مستقلة عن برامج النظام هي فكرة رائعة بحد ذاتها لحتى اضمن أنه النظام ما يخرب بسبب تثبيتي لبرنامج معين بيستخدم ديبندنسي معينة وبتخلص بهذا الشكل من مشاكل التعارض بين الحزم ووقت احذف البرنامج من الكنتينر أو احذف الكنتينر بالكامل فرح يتم حذفها بدون ما يفشل النظام الأساس. استخدام ميزة التحديثات التلقائية أو الاتوميك أبديتس أكيد ميزة مهمة جدا للحصول على كافة التحديثات أول بأول وبدون تدخل من المستخدم بس بنرجع للنقطة اللي حكيتها ببداية الفيديو ألا وهي أنه التوزيعة هي من تطوير شخص واحد وبالتالي ففكرة استمرارها بالمستقبل رح تكون هي الحاسم الأكبر بموضوع استخدام التوزيعة أو لا وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر